السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة كانت مننا ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم ما كتشاهدوا الفيديو وتابعوا معي الفيديو حتى الآخر ولاعجبكم وتنسوا الشرقه في القناة وتضغطوا على الجرس اللي يجدد على القناة والإقدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم على المشاهدة وعلى التعاليق زوين اللي كتخلوا ليه في حقي بسم الله على بركتي الله أنا عندي هنا الحوث عندي هاد النوع من أنواع ديال السامك اللي تيكون هاكا من حجم متوسط هنا كاللي تنحيد لوراسو كاللي ما تنحيدش لوراسو يعني كنخليه بالرس دياله صافي كنضيف عليه شوية ديال زيت البلدية أو زيت الزيتون كندليوح تتبيلة خفيفة وسهلة شوية ديال الملحة حسب الضوق كنملحها كالحوتة كاملين وكنشرحهم هنا راشر رحتهم في اللول كندير شوية ديال الزيتر هنا هي عندي مطحون ومغربل وشوية ديال البابريكا أو تحميرة أو في الفلح لوا وهنا عندي شوية ديال تومة بودرة هنا لما عندناش تومة بودرة كندير واحد الفص ديال تومة فص واحد راه كافي صافيو كندلكوها كهد الحوت من الداخل وكندلكوه بحلقة بهاد سبيلة صافيو كنتم بلوم زيان وغادي نحطوه على الجن كنخليها كاحتك يتشرب هذا العطرية را عندي هنا واحد الحبة دي البدينجان اللي كان قطعها هنا را عندي حبة كبيرة كنديرها هكا على شكل أصابع وكنديرو غلايد هكا ما كان ما كان نرقوش خليته هكا بالقشرة ديالو صافيحته وقطعته بحل هكا كنديرو فوحد الإيناء نضيف عليه شوية ديال الملحة شوية كيمية قليلة ديال الملحة وغادي نحطوه على الجنب جوت هنا يا جوج حبيبات ديال القرعة هنا انتو ما انا وريدكم ما هنا يعطيتكم الفكرة ولكن انتو ما ادلو على القياس اللي كيجد العائلة الوجب را كتجي ساهل للبنات وكتجي لدي دا الاخر لحظة هكا كنوجدوها ما كتعطناش صافيحته قطعتها هكا على شكل أصابع هنا ديك الملحة اللي درنا معها البدينجان هكا را كتملح لنا حتى القرعة عندي حبيبات ديال الفلفلة كبيرة حيدي لازر ريعة كنقطعها هكا هي على شكل أصابع كنزيدها هكا هي على البدينجان صافي وكنخليها كنجيب هنا يا اللاطا كندهنها بشوية ديالزيت البلدية وزيت السيتون وحد الكمية قليلة ولكن فرشه لورقة طبخة لحسب اللي بغيته صافي وكنضيف هذه الخضرة هكا كنستفها البدينجان كندهن القشرة هية تحتانية مش كي طيب كندخلها الفران وكنخدم عليها الفران بحلاقة بالفرفارة من الأول تنخدمه بالفرفارة وكنديره على ميتين دراجة صافي وكندير شوية ديت الزيت نمتوفر عندكم زيت نباتية ولا زيت البلدية أحسن تكون زيت زيتون شوية ديت الزعتر وحد كيميا قليلة ديت الزعتر وكندخله الفران كي طيب صافي هنا كنرجع للحوت ديال نادر تسوك في الليفلات كنديرو هنا يفحد المول ديال الجاج وكنفرش له ورق ذي الزبدة باش ما يلتسق شلينها هكا في المول هاد الورق راما كي خليه شي يلتسق وكي يجمع عليه حتى ذاك اللب ديالو ذاك المديالو كي يطلق كي يبقى في هكا صافي وكنستة في الحوت فيما قلت لكم مرة ساهلة هاد الوجبة حتى الاخر لحظة وتقدروا تصيبوها صافي كنستة مروا عليهم بحلقة حتى كي يشدوها كبلاستهم كنجيب هات السبيلة اللي بقات هنا يا كنضيفها عليه ما كنضيعهاش لان رغير زيت البلدية هكا والمليحة هكا والتحميره والزعتر صافي عندي هنا يا وحد جوج بصلات سلمك الطعام هكا كدواور كنديرهم في الجوانيب كيتلقوا في الحوت كيتلقوا في واحد البنة لديدة تيجيو هكا في الفران تيجيو بلدات ما نقول لكم البنات صافي كندخلها الفران على درجة الحرارة كنغطيها أنا كنت أغطي عليها إذا عندكم بحلقة بابي آليمينيوم كتغطي عليها ما عندكم كتغطي وغير بحد اللاطة كتغلبوا على اللاطة وكتدخلوا الفران أنا غطيتها بابي آليمينيوم صافي كندخلها بحلقة كالفران هنا عندي الطاطة اللي غدينا رفقها بيهم درجت شوية هذه الزيت البلدية أو زيتون ثم درجت المتوفرة عندكم درجت شوية الملحة شوية هذه الزاتر نضيفها بحلقة بعد مغسلتها جيدا ونشفتها ونضيفها نضيفها على الجنب بين مقربة وطيبولينا بحلها كفران كيف نجيب هنا هنا الططردنات ضروري ما تفرشوا لورقة الطبخ لأنها كتلتصق اللاطة وخكت دهنوا اللاطة كتلتصق هنا كنصحكم بهاد الورقة دي الطبخ واللي كندروفشي لاطة لما كتلتصقش صافي كنستفى بحل هكا بلا ما نقلوها بلاش ما نستطعور شروسنا هكا بالقلية كنرا جديدة بحلية لمقلية وندخلها الفران أرد درجة الحرارة ما بين 200-120 مم ما تفوتوش هذا القياس باش منها كالطيب ومنها كالتقرمش سوف نستفى بلصق عالي خاوية كندير فائد البطاطا ومنها كنتبادو الزويوت وكلها صحية بامتياز الحوت دينا هوا طابة هانتو ما شفتو معايا جاها كمحمر نشوفو كيفاش كي يجي غادي نحطو على جن والبطاطا دينا احتها هي رطابت كتجي لديدة الخضرة احتها هي الخضرها كتب قبح خضرها ولكنها تبقى بخضرها ولكنها طيبة صعبة ونضعها في طبق التقليم كندير الخضرة بوحدها وكننقول لكم بصحة وراحة وما تنسوش لي اشي تعلق جميل وما تنسوش لي يا لايك الله يجرزيكم بخير وكننقول لكم بصحة وراحة غير جربوا هاد الوصفة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة